ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد ليلة خليل ليلة دعوة أمريكية إذن جديدة من السفيرة لتنحية الخلافات للسياسيين جانبا والإسرع بتشكيل الحكومة كيف التقطت الدعوة خاصة وإنه هناك عقوبات أمريكية طالت الكثير من السياسيين الفاعلين في الساحة اللبنانية طبعا لعل أبرز ما قالته السفيرة الأمريكية ليس فقط الدعوة والإسرع بتشكيل الحكومة إنما الجملة التي قالت فيها أنه ثمت البعض من القادة السياسيين الذين يضعون المطالب بوجه تشكيل الحكومة ودعتهم إلى التنازل عن هذه المطالب من أجل الإسرع في تشكيل الحكومة إذن اليوم السفيرة الأمريكية توجهت إلى كل من يضع المطالب والسروط والعراقيل بوجه تشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر على استقالة حكومة حسان دياب وبعد تخطي خمسة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة ونحن بظل عرقلات عدم وجود حكومة عدم أو فشل المساعي بتشكيل الحكومة ولكن زيارة السفيرة الأمريكية إلى قصر بعبدة لا يمكن فصلها عن حركة السفراء اليوم في لبنان السفير السعودي منذ يومين زار قصر بعبدة أيضا وليد البخاري وقال جملة مهمة جدا يجب تغليب المصلحة الوطنية من أجل تشكيل حكومة فاعلة تقوم بإجراء الإصلاحات أيضا السفيرة الفرنسية زارت قصر بعبدة اليوم السفيرة الأمريكية عندما انتهت من زيارتها إلى قصر بعبدة توجهت إلى بيت الوسط إذن اليوم هناك حركة ديبلوماسية فاعلة على الأرض دعوات مستمرة من أجل تشكيل الحكومة ولكن هل ستنتج تشكيل حكومة على أرض الواقع؟ اليوم أوساط الرئيس الحريري تقول بأنه ثمت محاولة من العهد أو من فريق العهد لتطويق رئيس الحكومة المكلف ودفعه إلى التنازل والاعتذار عن تكليفه وأن هذا الأمر غير وارد وأن الرئيس الحريري مصر على حكومة من الاختصاصيين لا ثلث معطل لأحد فيها وأن تكون حكومة من ثمانية عشر وزيرا إذن اليوم دعوات للتنازل ولكن هل سيستجيب منهم في السلطة اليوم؟ أعتقد أن هذا الأمر متعذر في الوقت الحالي شكرا جزيلا سنبقى معك في ضوء كل تطورات من بيروت مراسلتنا ليلة خليد شكرا جزيلا 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 جز